يوم اثر يوم يتكشف المسعى السعودي البريطاني ازاء محافظة المهرة التي لطالما ظلت بعيدة عن الصراع واحتفظت بولائها للشرعية مسعى يؤكد ان المهرة كانت ولا تزال في مرمى اطماع رياضة وان الدورة البريطانية يأتي في سياق تكامل الاطماع مع من خاضوا حربا في اليمن فارتدت عليهم بسبب غياب الرجد السياسي والحنكة العسكرية ففي الوقت الذي تخوض الحكومة اليمنية معركة شريسة دفاعا عن مأرب اخر معاقلها في الشمال تتزايد التحركات السعودية باسناد من خبراء عسكريين واستخباراتيين بريطانيين في محافظة المهرة تحركات قال عنها الشيخ علي سالم الحريزي انها تهدف للتجسس على الدولة ومؤسساتها ورجال القبائل في المحافظة مطالبا بسحب تلك القوات من مطار الغيضة وكامل اراضي المهرة وفي كل مناسبة تبرز رياض شماعة الارهاب لتبرير وجودها في المهرة وفي تارة اخرى تبرز شماعة التهريب وجميعها مبررات واهية لتبرير الوجود غير الشرعي لها في هذه المحافظة المسالمة وتشير المصادر الى ان قوات بريطانية واخرى امريكية موجودة في مطار الغيضة الى جانب انتشار القوات السعودية في المحافظة ما يعني ان الشرعية اصبحت الحلقة الاضعفة فيما يحدث هناك واصبح دورها لا يتجاوز مهمة تحليل ذلك الاحتلال غير المعلن للمحافظة وفي مواجهة هذه التحركات المكشوفة ليس ثم تخيار امام ابناء المهرة الا ان يستمروا في مقاومة مشروع السعودية وحلفائها وان يواصلوا نضالهم ورفضهم لمحاولات شرعنة ذلك الوجود بكل الوسائل السلمية وصولا الى اللحظة التي تصبح فيها المهرة خالية من ذلك الوجود الاجنبي اشتركوا في القناة